بسم الله الرحمن الرحيم حنتكلم في فيلم النهاردة ان شاء الله عن فيلم جديد اسمه نيران حربي اولا بطولة الفنان المرشح لدور البطولة هو الفنان الكبير محمد رمضان اولا يدور احداث الفيلم حول شاب في سن العشرينات يدعى حربي العزايزي حربي العزايزي يعيش في احدى القرى الصعيدية وكان مع ابوه لسه على قيد الحياة وامه واخوه الكبير هاشم وهاشم اخوه كان في سن الاربعنات وكان مع عيلين اكبار واحد اسمه محمود والتاني خيري يعني محمود وخيري يتراوح سنهما بين ال 18 و 19 محمود سنه 19 ومحمود وخيري سنه 18 سنة المهم في خلال هذه الاحداث حصلت صراعات وخصومات سأرية ما بين عيلة حربي العزايزي وعيلة صقر معهم في البلد نتيجة المعركة دياتي او الحرب اللي حصلت ما بينهم كانت انه والد ابو حربي العزايزي قتل وكمان عيلة حربي العزايزي قتلوا اثنين من عيلة صقر وبعد كده الحكومة لمت اللي اثنين ولكن من كتر شهامت وجدعنت حربي العزايزي اعترف بانه هو اللي قتل اللي اثنين من عيلة صقر رغم انه هو ما قتلهمش اللي قتلهم اخوه هاشم ولكن حبي شيل القضية عشان هو مش متجوز وراعى وبص على اخوه التاني اللي متجوزه مع عيان فقال له انت اطلع ملكش دعوة انا اللي حتحبس وهاشم كان بيحب اخوه قوي وكان غصب عنه انه شال القضية فبعد كده المحكمة الجنائية حكمت على حربي العزايزي اللي هو محمد رمضان حكمت عليها على عشرين سنة سجن فطبعا الكل الصدم بعشرين سنة سجن حتى هو زعل جدا واخوه هاشم لما تحبس حربي العزايزي ما كانش بيسيبه ابدا فكل زيارة كان بيجيله وبيجبله كل طلبات وكل الحياة اللي هو عايزها فما كانش بيسيبه لحظة وبعد كده مع مرور الوقت بعد خمس اسنين حصل صلح ما بين عيلة سجر وعيلة حربي العزايزي والعيلتين اقصالحوا وما بقيش فيه خصومات سأرية ولكن برضو ما زال حربي العزايزي اللي هو محمد رمضان قاعد في السجن وطبعا هاشم العزايزي اللي هو اخو حربي العزايزي كان خلال وحربي العزايزي اللي هو اخوه خلاله هو في السجن هاشم راح بنى لي قصر كبير في البلد بحيث انه اول ما يطلح من السجن يتجوز في القصر ده وكان حطه كل فلوسه في القصر ده عشان يعمله بيت او قصر نظيف جدا يسكن فيه بعد ما يطلح من السجن فبعد مرور عشر وفبعد مرور عشر سنوات هاشم العزايزي مات وبرضو لسه حربي العزايزي كان قاعد في السجن كان فضله خمس سنين يعني عده خمس تنشر سنة وكان فضله خمس سنين ولكن اخوه في الخمس تنشر سنة دو ناتي مات فطبعا حربي العزايزي اتأثر جدا بموت اخوه هاشم لانه كان بيحبه جدا وهاشم برضو كان بيحبه جدا لذلك هو اللي بنى ليه القصر عشان اول ما يطلع يسكن فيه ويتجوز ولكن بعد ما مات هاشم العزايزي اعياله اللي هم خيري ومحمود القصر اللي بنى الحرب العزايزي اللي هو محمد رمضان راح باعوه باعوه الواحد في البلد باعوه الواحد من البلد بعشرة مليون جنيه لانه القصر كان مكلف عليهم قوي فباعوا القصر والفلوس اللي خدوها من القصر قسموها ما بينهم الاتنين فراح اللي تجوز منهم واللي عمل بيه مشروع بالفلوس وعمهم اللي هو حرب العزايزي نسوه خالص ولا حتى زيارات بيقزرواه ابدا فطبعا بعد مرور سنتين وثلاثة حرب العزايزي ادائق وتعصب عليهم جدا لانهم الزايق هو قاع في السجن ومحدش هاي يزوره فطبعا حرب العزايزي ادائق وتعصب عليهم جدا ومكر عليهم اشد المكر الغاية لما الخمس سنين والعشرين سنة عدوا سجن الحرب العزايزي وبعد كده طلو حرب العزايزي اللي هو محمد رمضان طلو على سن اربعين سنة لانه لما دخل السجن كان سنه عشرين سنة ولما اخذ عشرين سنة سجن يبقى سنه اربعين سنة طلع من السجن واول حاجة راح عملها راح زاري عيال اخوه اللي هم خيري ومحمود عيال اخوه هاشب فطبعا بده يلومهم وقلهم ازاي مش بتاقي تزوروني في السجن ولا حتى مرة بعد موت ابوكم فطبعا بده يقول لهم اعزار اللي قلنا نحن المشاغل والدنيا واخدانا فطبعا بعد مرور يومين او اسبوع في البلد اتفاجأ حرب العزايزي اللي هو محمد رمضان اتفاجأ بانه القصر اللي كان بني ليه اخوه هاشم اتباع فطبعا اول ما سمع الحكاية دي اتعصب ومكر عليهم اشد المكر وطعارك مع عيال اخوه هاشب وضربهم عالق تموت وقال ليهم بعد ما ضربهم وكتفهم في الشجرة قال ليهم بانه لولا اخوه هاشم ولولا اني مراعي العظم الطربة لكان قتلهم خالص ولكن عشان اخوه اللي مرديش عشان اخوه مرديش يقتلهم عشانه فطبعا عامل حساب لحقه حضم الطربة مش اكتر وبعد كده حربي الحزايزي اللي هو محمد رمضان اجبر اعيال اخوه هاشم اللي هم محمود وخيري اجبرهم بانهم يدولوا حقه بالغصب وطبعا لما جبر عليهم واخد حقه بالغصب منهم اخد منهم 12 مليون جنيه غير الاراضي الزراعية اللي اتقسمت ما بينهم اخد حقه من الاراضي الزراعية واخد حقه منهم تالت وامتلت بالغصب وبالجبر عليهم لما ضربهم وبعد كده حربي العزايزي اللي هو محمد رمضان لما اخد حقه من اعيال اخوه بالغصب محمود وخيري نابهم ازرق وما يسبوش حقهم ابدا فمكروا على عمهم حربي العزايزي وقرروا انهم يكتلوا ويخلصوا منه عشان الفلوس والاراضي الزراعية اللي اخدهم منهم يلقعوا لهم تاني فطبعا حربي العزايزي في يوم من الايام كان ماشي طالع من بيته في عز الظلمة كانت الدنيا ظلمة وما كانش حد شايف حد فكان الوقت ده في منتصف الليل وكان في الوقت ده اول لحزة ده محمود وخيري مأجرين واحد يطخ او يضرب حربي العزايزي وفعلا الواحد اللي مأجرينه ده الطلقة درب طلقة على محمد رمضان اللي هو حربي العزايزي وجات في صدره الطلقة جات قصدي ببطله في الطحال في جنب الايمن وبعد كده راح هرب اللي مأجرينه ده بعد ما درب طلقة النار على حربي العزايزي وبعد كده في واحد من اهل البلد لقي حربي العزايزي هو مغرقان بدمه فطلب ليه الازعاف واخدته الازعاف ودته على المستشفى وبعد كام يوم حالته الصحية اتحسنت حربي العزايزي وبعد كده في محضر رسمي راح اتهم عيال اخوه في شروع قتله اتهم خيري ومحمود وطبعا من خلال تحريات المباحث المباحث قدر تجيب العيل اللي ضرب على حربي العزايزي طلقت النار دي وبعد كده الوديات لما جابت الشرطة خوفته وضربته وبعد كده راح اعترف وقر بانه اللي كان اماجره عشان يضرب حربي العزايزي هو محمود وخيري اعيال اخوه وبعد كده الحكومة او الشرطة امر باحضار فوري لمحمود وخيري وبعد كده فعلت الحكومة او الشرطة قبضت على محمود وخيري والمحكمة حكمت عليهم بخمس اسنين سجن في قضية شروع في قتل عمهم وبعد كده حربي العزايزي زعل عليهم جدا رغم انهم كان عايزين يقتلوه زعل عليهم عشان هم اعيال اخوه وهو كان بيحب اخوه جدا هاشم هاشم وبعد كده حربي العزايزي لما حالته الصحية اتحسنت من المستشفى طلع من المستشفى وحالته الصحية بقي تعال العال وبعد كده حربي العزايزي لما طلع من المستشفى عمل لي بيت جميل جدا عامل زي القصر عشان يتجوز فيه وبعد كده اخطار وحدة كويسة من اهل البلد وتجوز وعمل اكبر ليلة فرح ولكن خلال فرحه حصلت مفاجئة غير متوقعة وهي اني محمود وخيري في اليوم ده قدروا يهربوا من السجن فلما هربوا من السجن جاء راح جوه على فرح عمهم فطبعا خلال الفرح ضربوا على عمهم نار وقتلوا عشان ينتج منهم فطبعا خلال الزفة بتاعة حربي العزايزي اتقتل حربي العزايزي من ضرب رصاص اعيال اخوه هاشب فطبعا لما وقع على الارض طبعا لما وقع على الارض حربي العزايزي هو وغرقان بدمه كان زعلان جدا ولكن ما كان الزعلان انه حيموت ولكن اللي كان مزعله ان اللي قتلوا عيال اخوه محمود وخيري فطبعا قبل ما يموت قال يوم له المراته قال انا اللي مزعلني مش هو انه حمود اللي مزعلني ازاي انه عيال اخوه محمود وخيري هما اللي يضربوني انا كنت قادر اضربهم وكنت قادر اشيلهم من على الارض يشيل بس عملت حساب الحق اخويا عملت حساب لحق اخويا اللي في الطربة فهم ازاي قدر ينسوا الدم اللي ما بينه وقدروا يضربوا عمهم ويقتلوه وبعد كده راح مات حربي العزايزي وبرضو الحكومة قدر تقبض على خيري محمود اعيال اخوه وبعد كده دخلوهم السجن تاني ومات حربي العزايزي اللي هو محمد رمضان ومن هنا تكون نهاية الفيلم ارجو ان ينال اعجابكم اعزائي المشاهدين وكل سنة وانتو طيبين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك واتمنى ان الفيلم يكون قد استمتعتم به ونشوفكم في حلقة جديدة او فيديو جديد من الفيديوهات ابتاعتي عزيزي المشاهدة امسانا بالاشتراك والقناة وعمل لايك لتدعمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته